موسيقى 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 تكلم النهاردة عن الأذن الخفاشية أو الأذن الوطواطية ودي مشاكل معظم الأطفال وبتسبب مشاكل نفسية للطفل الطفل بيطلع عليه لازمة ببعض الأحيان بيقعد في آخر الفصل بيحصل نوع من أنواع التأخر الدراسي بعض المدرسين للأسف بيطلعوا على بعض الأطفال لازمات بسبب أنه دانهم مترطأ شوية أو دانهم كبيرة شوية أو يطلع على الطفل بعض الحاجات اللي بتخليه طفل منطوي ومش عايزه يروح المدرسة وكل يوم في مشاكل وكل يوم في خناقات طيب الحاجات دي لازم يكون لها حلول الحمد لله جراحة التجميل من ضمن الحاجات اللي بتختص بيها هو علاج الأذن الخفاشية والأذن الوطواطية طيب الأم بتيجي الأول ملهوفة أول ما تسمح حاجة زي كده تجري على الدكتور أنه في حل للأسف أنه فيه ناس وصلت لحد الوقت وحد سن معين وسن 40 و50 سنة ومش عارفة أنه فيه حلول أو فيه بعض الناس للأسف أو بعض المشايخ بتقول إن حاجة زي كده حرام إحنا ما بنعملش ما بنعدلش على خلق ربنا إحنا بنوصل بالحاجة زي ما ربنا خلقها أو حاجة قريبة من طبيعتها هي دي حاجة خارج الطبيعة فإحنا بنحاول نحسن وضعها شوي طيب يا دكتور بتعمل على سن كم أول أول إيه أسبابها لحد الوقت أسبابها غير معروفة ممكن تكون أسبابها وهي أثناء النوم في أول شهر أن الطفل نعم على ودنه بيحصل ودن تطلع قدام عن ودن التانية أو الودنين أكثر مع بعض كل الحاجات دي كلها أسباب لكن في الآخر السبب غير معروف طيب حضرتك يا دكتور إمتى بنعالج الموضوع ده والموضوع ده له حل وإيه البنج اللي بيتم والطفل بعده بيبقى شكله إيه كل الحاجات دي كلها أسئلة بالدور في أزهان كل الأمهات اللي عندها طفل عنده نفس المشكلة إحنا في الغالب لو الطفل كبير شوية أكثر من 15 سنة ممكن يتم من خلال بنج موضوعي بدون أي مشاكل لكن من خلال الأطفال الصغيرين إحنا بنحب دايما بيكون زمان بنستنى لحد سن المدرسة قبل الطفل ما بيختلط بأقرانه ويحصل المشاكل دي دلوقتي بقى فيه سن الحضانة كيجي وان وكيجي تو فقبل سن كيجي وان بنبتدي نعمل إصلاح للأذن الوطواطية أو الأذن الخفاشية علشان يخش الحضانة أو المدرسة بدون أي مشاكل طيب حضرتك يا دكتور دي فيها خطورة على السمع ملاش أي علاقة بالسمع خالص احنا شغالين على صوان الأذن ملوش أي علاقة بالأذن الداخلية أو الأذن الوسطى أو السمع إطلاقا ده حاجة لها علاقة بالشكل طيب حضرتك يا دكتور إيه اللي بيتم خلال العملية هل بنشير مجرد جزء جلد من وراء وهل فيه جرح بيبند؟ الحمد لله ما فيش أي جرح بيبند؟ لأن الجرح بيبقى وراء الأذن من خلال خط بيضوب لوحده من غير أي مشكلة خالص لكن ما بيبقاش على مشكلة في الجلد يعني لو مشكلة في الجلد كان الموضوع بقى سهل جدا المشكلة في الغضروف فاحنا بنعيد تشكيل الغضروف بحيث إن هو يدي المنظر الطبيعي إن محدش يكتشف إن الطفل ده عنده حاجة فاحنا بنبتري نعمل له على سن أربع لخمس سنين العملية بتستغرب تقريبا حوالي ساعة للأذنين تحت مخدر عام بالنسبة للطفل الصغير ولو حد كبير بيبقى تحت مخدر موضعي الطفل بعدها بيخرج في نفس اليوم أو بعدها في ساعتين من المستشفى بيبقى في ربطة معينة للرأس عشان نحافظ على تشكيل الأذن دي طب يا دكتور ده بيقعد مدى الحياة ولا بعد فترة بيرجع تاني إحنا دايما بنحافظ على شكل الأذن لمدة شهرين من العملية علشان ما حاجة تشهد منه دانه وبعد كده النتيجة بتكون مدى الحياة